حالة من الاضطراب والتوتر يعيشه سوق العملات الرقمية في الوقت الحالي في أوقات ترتفع أسعار البيتكون وأوقات أخرى تتراجع إيثريوم ويعود هذا التوتر بسبب تراجع أقبل المستثمرين على الأصول عالية المخاطر في العملات الرقمية بالإضافة إلى فشل تلك العملات في مواجهة التضخم العالمي وذلك باعتبارها عملة لا تخضع للرقابة من قبل البنوك المركزية ولكن عزيزي المشاهد دعونا من كل هذا فلنتحدث هنا عن ملكة العملات المشفرة أو بالأحرى ملكة الاحتيال عن طريق العملات المشفرة فخلال الساعات الماضية تصدرت البلغرية روجا إغنتوفا الحديثة عبر منصة التواصل الاجتماعي وذلك بعدما وضعها مكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة أكثر عشرة أشخاص مطلوبين في أمريكا وذلك لدورها في إدارة عملية احتيال لعملة مشفرة عرفت باسم وان كوين ففي عام 2014 بدأ القائمون على هذا المخطط يعرضون تقديم العمولة للمشترين إذ باعوا عملة وان كوين للمزيد من الناس مكتب التحقيقات الفيدرالي هنا أكد أن هذه العملة كانت عديمة القيمة ولم تحمى من خلال تقنية سلسلة الكتل المستخدمة من العملات المشفرة الأخرى المرأة الهاربة اتهمها المحققون الفيدراليون بالاستلاء على أكثر من أربعة مليارات دولار من الضحايا كما أكدت التحقيقات على أنها هاربة منذ عام 2017 ولهذا وضع المكتب الفيدرالي مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل معلومات قد تؤدي للقبض عليها عزيزي المشاهد ماذا لو كنت ضمن الأشخاص الذين احتالت عليهم ملكة العملات الرقبية فماذا ستفعل؟